طيب أهلا وسهلا بكم في الحلقة التانية من إطلالات على الفلسفة الهندية قلنا في الحلقة الأولى أهم خمس صفات تأسيسية لفلسفة الهندية الآن هنقول أيضا خمس صفات أخرى الفلسفة الهندية كما قلنا أيما على المعاناة النقطة الستة في فلسفة الهندية بتعتبر أن أبرز أسباب المعاناة هي الجهل وبوجود العلم بيقلل من حجم المعاناة وقالوا مثال على ذلك وجدته جميل جدا قال لك لو أجلسنا إنسان في غرفة وقدامه ألت عرض سينمائي هو لا يعرف أنه ألت عرض سينمائي وفيه في الفيلم المعورد عليه الشخص بيسقط من أعلى الجبل إلى أسفله وتهشم رأسه وتقطع أوصاله كل خمس دقائق بيحصل هذا المشهد فبقول لك هذا شخص متألم جدا لأنه لا يعرف أنه فيلم ولا يعرف أنه غير حقيقي ولكن لما يعلم الشخص أن ما يعرض عليه هو فيلم هو تمثيلي هنا بتنتفي عنه المعاناة والألم فقال لك الفارق بين المعاناة والسعادة أو زهاب الألم هو شخص أن يعلم فإذن فكرة العلم وعلم الكون والوجود فكرة أساسية في فلسفة الهندية الحاجة الثانية اللي نتجت عن فلسفة مقاومة المعاناة والصفة السبعة أن الفلسفة الهندية أيمة على ما فيش فصل بين الخالق والمخلوق بيعتبروا أنه كله مندمج ومنساجب مع بعضه لذلك يغلب عليهم البحث عن سر الوجود والانسجام مع الموجود وليس البحث عن مصدر الوجود يعني ليس البحث في صفات الخالق ويعني أين هو وكل الأسئلة دي قالوا أن هذا أمر مستحيل بمثابة من يبحث عن يسموه عن الدوائر المربعة فقالوا خلاص بدلا من نشاغل ببحث مش سنصل فيه لحاجة خلينا نشاغل بالذات والوجود والانسجام مع الوجود فالصفة السبعة فيها أن فلسفة الهندية مهتمة جدا بالانسجام مع الموجود للبحث عن مصدره الصفة بعد كده التمنى أن الفلسفة تنطلق الهندية من الزات إلى المطلق يعني إحنا كمسلمين مثلا عندنا بننطلق من النص إلى الحياة إلى الوجود بتاخد نص القرآن تبدأ تنساجم معها تحاول تحققه تحاول تحقق مرميه ومقاصده لا الفلسفة الهندية أيمة لا أنك تنطلق من ذاتك إلى المطلق وإلى النص وإلى الله سبحانه وتعالى وليس وليس العكس بيغلب على فلسفة الهندية وطبعا قلنا فصل من الدين والفلسفة إلى آخره أنها بتميل إلى التكسيد يعني كل معنى معنى الحياة جعلوا له رمز مقدس يعني مثلا كريشنا هي وهبة الحب والجمال كيالي هي طرد للشياطين رام هو إليه تقل موجهة الخوف فشنه هو الرمز الأعظم اللي هو واهب لكل دول الحب والسعادة والحياة لما قرأت ليه بيغلب عليهم فكرة التكسيد قالوا أني لما الفلسفة الأدامة الهندية تكلموا عن التجريد والإله المطلق 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 بقول لك الناس أصبحوا في صعوبة في تخيل المعاني المجردة فقال لك إذا الناس لم تقدر أن تصعد إلى الملأ الأعلى خلينا ننزل الآلهة وننزل المعاني الكبرى إلى الأرض وبالتالي بدأوا يجسدوا ويشبهوا المعاني الكبرى على شكل إله الحب إله الجمال إله المال لكشيمي عندهم مثلا إله المال وأيضا في شكل حيوانات قريبة لحياتهم بيلمسوها وهي موجودة فده أعتقد كده الصفة التمنى أو التسعة للفلسفة الهندية الناس تختمت التكسيد وتقريب المعاني إلى الناس الحاجة التانية الحاجة التسعة تقريبا معلش أصولهم العدد أنا أحاول أحصولهم في عددهم أن الفلسفة الهندية أيما على أن الحياة لها أربع أهداف أولا الورع وامتلاك وسائل الحياة وتحقيق المطعة وتحرر النفس فده الأهداف الكبرى للفلسفة الهندية في الحياة المطعة امتلاك وسائل الحياة تحقيق الورع وتحرر النفس لذلك مثلا تجدوا الشعب الهندي مغرب جدا بالأغاني والأكشن والأفلام الهندية باعتبر أن المتعة جزء من الحياة تسعيدهم في التخفيف من المعاناة آخر صفة العشرة في الفلسفة الهندية بنيت على أن الإنسان بيولد مديون بالفضل لثلاث أشياء مديون بالفضل للإله وبالتالي يجب شكر ومديون بالفضل للأسلاف والأجداد وبالتالي الشكر يكون بالإنجاب وده بيفصل مثلا لديمغرافيا الهندية أو الإنجاب في الهند عالي جدا لأنه فيه جزر فلسفي بيقول أن شكر نعمة الوجود وشكر أجدادك وأبائك هيعتمد على أنك تقوم بإنجاب أكبر عدد من الأولاد والفكرة الثالثة أنك مدين بالدين وبالتالي أنت تخدمه من خدمة الحكماء فالإنسان مديون للدين فبيخدم حكماء الدين مديون للإله بيقدم القرابين مديون للأسلاف بيكسر من الإنجاب كده نكون ختمنا رحلتنا معكم في الهند في الملامح الكبرى للفلسفة الهندية وفي صفة أيضا أخيرة أحب أذكرها أن الفلسفة الهندية بتدعو الآن في بعض تحدثتها إلى مبدأ اللا تعلق أن المعاناة بتأتي من تعلق الإنسان بالشيء فالسعادة بتأتي من الإنسان يعتمد أن نبدأ اللا تعلق ويكون تعلقه بالأشياء خفيف وليس سقيل شاكر متابعتكم وشاكر جدا استماعكم أتمنى أكون قدمت شيء مفيد لكم وعلى تواصل بإذن الله في رحلات قادمة وقراءات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته